اشتركوا في القناة وتنعاد علينا كلنا بالصحة والسلامة والسعادة فضل أربعة يام وطبعا خلال الفترة اللي فاتت دي خلاص كنا كلنا بدل بنغني أهلا رمضان بنا بنقول بدري لسه بدري يا شهر السيوم طيب رمضان أيام جميلة أيام معدودة أيام بتيجي شهر واحد يعني 30 يوم في السنة يعني في السنة كلها هو فيها 30 يوم اللي خاصين بشهر رمضان الشهر اللي هو المختص بالعبادات شهر التواصل الشهر اللي كلنا فيه بنقرب من بعض لو بعادتنا ظروف معينة كلنا بنتواصل مع بعض على السوشيال ميديا بنكون قريبين من بعض ونتطمن على بعض دايما فيه بقى حاجة زي ما احنا بنقول ان كلنا لازم نتواصل مع بعض ونكون مع بعض وننزل نشتغل وعجلة الانتاج تدور وكلنا نبقى دايما داعمين فيه بس حاجة وسيطة جدا فاتت علينا خلال الفترة اللي فاتت او خلال كم يوم الاخارة اللي فاتوا ان كلنا بقينا ما فيش اهتمام زي الاول بموضوع الكمامة والجوانتي والمطهرات والحاجات اللي احنا كنا بنستخدمها كوسائل حماية وكوسائل حماية شخصية المفروض ان احنا كنا ابتدينا خلاص نعتاد عليها يعني الانسان عشان يعتاد على عادة بياخد من 21 ل 40 يوم احنا خلاص دخلنا في المرحلة دي فالمفروض تبقى عادة عندنا دايما موضوع الاهتمام بالنظفة الشخصية موضوع الاهتمام بالحاجات اللي هي تخلينا دايما محافظين على صحتنا الاكل الصحي مش شهر يعني شهر الصيوم مش شهر الاكل زي ما كلنا كنا شايفين ان فيه ازدحام خلال الفترة اللي فاتت في الاسواق علشان خطر كلنا بنتهافت ان احنا نشتري انواع واصناف الاكل المختلفة حاولنا ان احنا من خلال برنامجنا قبل رمضان ويمكن حلقة اول يعني تاني يوم في رمضان كانت ان احنا جبنا حد بيتكلم في موضوع التغذية السليمة والتغذية الصحية خلال شهر رمضان المبارك وطبعا منسناش موضوع التربية ان احنا اتكلمنا في الوسائل والأسس التربوية وحاجات كتير منها الطاقة ومنها اللغة الحوار والتواصل ما بيننا وما بين بعضنا كانت ازاي ومن ننساش ان احنا بنركز دايما على السعادة وعلى الابتسامة الابتسامة يعني خلاص بقت مرسومة على وشنا مش كفكرة افتعال يعني لما يكون رسول الله عليه الصلاة والسلام قالك تبصومك في وجه اخيك يا صدقة تمام؟ ما تجيش تقولي انا مش هفتعل ابتسامة او مش هستنع ابتسامة لا ده مجرد بصمة ما فيش ما يدعو ان احنا نكشر في وشبع السيوم يعني بيهزبك وبيبعدك عن العادات السلبية او العادات السيئة اللي انت ممكن تكون اعتدتها فترة تماء خلال السنة فتستغل الفرصة دي ان انت وانت يعني بتقلع عن العادات السلبية سواء كان التدخين او غيره او غيره او غيره ان انت تعمل حاجة وسيطة قوي السيوم يقولك ان انت لازم تبتسم لازم تكون مبتسم دلوقتي انت مش حامل لهم كوباية الشاي اللي هتفوقك ان انت رايح تعملها ولا هم ان انت مستني تنزل عشان تولع سجارة لا انت مستني تنزل عشان هدفك بيت واضح نازل عشان نازل شغلك نازل عشان نازل رايح مشوارك نازل عشان تشتري حاجات لبيتك كذلك الموضوع يمشي على الراجل ويمشي على الست طيب عشان تعمل الكلام ده كله محتاج ان انت تتخلص من الضغوط السلبية لما بتيجي يعني بتعمل جلسة كوتشينج مع حد او بتبقى مع حد حتى لو نفس ثاني بيعمل لك موضوع اللي هو بتاع عجلة الحياة عجلة الحياة فبيشوف فيها الجانب الراحاني ده الجانب الراحاني هو اتصال لك ما بينك وما بين ربك اتصال لك ما بينك وما بين حبك لبلدك اتصال لك ما بينك وما بين حبك للاشخاص اللي محطين بيك الجانب الراحاني بتاعك عامل ازاي صلة الرحم التواصل ما بينك وما بين الناس اللي بتحبك ما تخليش حد يعني لمجرد غفلة او في ساعة زعل او اي حاجة حصلت مشكلة بينك وبينه قبل رمضان طب ما رمضان فرصة العمر بيجري يعني انت منتظر ايه يعني خلي التواصل ما بينك وما بينه يرجع تاني زي الاول هو احسن من الاول بكتير عايزيننا دايما نفضل في تواصل مع بعض عايزين نركز خلال الفترة دي اللي ما نسكش المصحف وما ختمش الكرآن يبتدي يعمل كده تمام الفاتو اي حاجة حلوة ممكن يسعد بيها غيرك ان انت ممكن حتى يعني صدقاتك والزكاة والحاجات اللي انت ممكن تطلعها دي هتنفع غيرك هيبقى قاعدة اليومين دول خصوصا ان احنا مثلا ممكن ظروف كورونا مؤثر على الناس شوية ان هي ما بقتش تنزل زي الاول في مجالات بحلها مثلا لسه ما اشتغلتش بسبب ان هي بتعتمد على توجد اشخاص كتير سواء كانت كافيات او اماكن سياحية او كمان كل ده مش هيحصل ان احنا نرجع زي الاول تاني الا اذا التزمنا بالتعليمات اللي بنزليها وزارة الصحة والحاجات اللي بينص عليها من تعليمات صحية عشان خاطر تخلي بالك على نفسك وتخلي بالك على صحتك وصحة المحطين بيك بزمتك الكمامة دي مش حاماتك من تراب كتير ناس كتير كان بتشتكي من حاجات موسمية وامراض موسمية خف الموضوع عنها بسبب الكمامة ناس كتير كان بتشتكي من هي كان الاول اللي بيقف على عربيت كبدة ولا اللي بيقف على عربيت فول ولا اللي بيقف على كل برة ولا الكلام ده كله كان ايديه بيتناول الحاجة دلوقتي لا بتطهر بتحاول ان انت اطهر ايدك اول بول فبتشيل المكروبات والجرسيم والحاجات اللي عليها مشاكل في الهضم مشاكل في التنفذ كل ده بتضيخف بسبب ان انت فيه تعمل حاجة بسيطة قوي الحاجة اللي بتستخدمها بتستخدمها بجوانتيو بترمي الكمامة على طول عليك لابسها وموضوع المطهيرات بتاعك وطبعا الاهتمام بالنظافة والشخصية فشوية عادات السلوكيات بسيطة احنا من هنا ده واجبنا من برنامجنا وبرنامجكم اسعد قلبك مع الشازلي ان احنا كان لازم ننص عليها ونقول لكم ونفكركم بيها فان شاء الله يعني نطلع فاصل ونرجع ومحدد ان لكم مفاجأة جميلة تخص التربية والناس اللي بتشتكي من الاولاد ان هما بقوا عاندين الناس اللي بتشتكي من الاولاد ان هما بقوا سبب مشاكل في بين الاب والام مشاكل بقت اصارها ممكن يوصل للانفصال بسبب انت مش عارفت ربي لا انت اللي مش قاعد لهم طب دلوقتي بينا كلنا قاعدين في مكان واحد طب بنعمل ايه من انت شاركت دور التربوي ازاي خليكم معانا ولحد ما نرجع من فاصل لو حد مش قاعد قدام الشاشة كلموه خلوه يرجع تاني تفاصل ورجعلكم تاني على طول استنونا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر